وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الحمد لله رب العالمين القائل وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أيها الأحبة الكرام وإن من مكارم الأخلاق خلق السماحة خلق السماحة والسماحة معناها السلاسة والسهولة والتسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك بتيسير الأمور والملاينة فيها التي تتجلى في التيسير وعدم القهر إذن سماحة يسر سهولة هذه صفات المؤمن ومن علامات سماحة النفس أنك تجد صاحب هذه السماحة دائماً طلق الوجه يستقبل الناس بالبشر ويشاركهم في أفراحهم وأتراحهم ويكون معهم بقلبه وقالبه وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلاقة الوجه وقال كل معروف صدقه وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك هذه كلها من السماحة بخلاف من يكون متجهماً صعباً غليظاً يكشر في وجوه الناس ينفر منه الناس لا يرتاحون إليه لأنه لا يرتاح إليهم ولا يألفهم ولا ينظر إليهم بل تجده عبوس غليظ النفس والعياذ بالله ومن علامات سماحة النفس أن هذا الشخص يبادر الناس بالسلام يبادرهم بالتحية يصافحهم ويحسن في محادثتهم ويكون ودوداً ليناً رقيقاً في معاشرتهم ويتغاضى عن أخطائهم وهفواتهم وزلاتهم ولا يدقق عليهم في كل صغيرة وكبيرة أيها الأحبة الكرام إن السماحة من الأخلاق الكريمة التي حث عليها القرآن الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وعن الجاهلين هذه الآية كما قال السعدي رحمه الله جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم هذا من التسامح يقبل بما تيسر من أخلاقهم وكذلك وجه القرآن إلى التسامح مع من كان مدينا معشرا قال تعالى وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إذا كان الإنسان المدين ذو عسرة متعسر فينظره يؤخره حتى يتيسر وإذا تصدق عليه في بعض المال يعني تنازل عن بعضه عن كله فهذا هو خير نعم هكذا يدعونا ربنا تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للرجل السمح فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اغتضى يعني هذا البائع عندما يبيع فإنه لا يكون غليظا في بيعه ويتنازل قليلا في السعر ويكون سمحا في بيعه وكذلك المشتري أيضا المشتري يكون سمحا لا يدقق كثيرا ولا يعني يحرج عليه خاصة إذا كان الشخص هذا البائع ربما يكون فقيرا وضعيف الحال لا وكذلك إذا اغتضى أي كان له حق وأراد أن يأخذ هذا الحق أيضا يأخذه بالمعروف وباليسر وبالحسنى وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل كل قريب هين سهل تحرم عليه النار وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أتى الله بعبد من عباده يعني يوم القيامة آتاه مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي وفي رواية قال يقول لغلماني تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه فإذن الذي يسامح يسامحه الله لأن الجزاء من جنس العمل فينبغي المسلم أن يستخدم هذا الخلق مع الآخرين وخاصة مع أقرب الأقربين من الزوج والزوجة والأبناء والأقارب ومن تحت يده فكل ذلك من أسباب الألفة والمحبة وبقاء المودة ورباط هذه العلاقات المهمة التي يجب أن تبقى وأن تقوى في المجتمع المسلم نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اشتركوا في القناة شكرا